بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله بناي وبناتي الطلاب في مادة التربية بدنية والدفاع عن نفس معكم أنا أخذكم من السادة حسين هساوي رح أقدم لكم الدرس لهذا اليوم تعالوا مع بعض يا أبطال نتعرف على موضوع درسنا لهذا اليوم الوقوف بالقدمين فوق قاعدة ثابتة تعالوا مع بعض نسترجع في بداية كل درس اتفقنا أن نسترجع ونستذكر ونذكر بعض بمتطلبات النشاط البدني التي يجب أن نحققها ونتأكد من توفيرها بشكل دوري ومنتظم قبل ممارسة أي نشاط بدني بداية اتفقنا على عملية النوم والراحة الكافية للجسم يجب أن تأخذ أجسامنا الراحة الكافية بمعنى أن ننام بمعدل لا يقل من 9 ساعات إلى 11 ساعات بشكل متواصل حتى تكون أبدانا جاهزة في اليوم التالي للنشاط القادم النقطة الثانية ولا أتقلها 100 عن الأولى توفير الغذاء الصحيح الذي اتفقنا أنه يجب أن نكون من المنزل وتكون ثلاث وجبات رئيسية وأساسية وتتخلى لها وجبات خفيفة أثناء اليوم حتى نمت جسمنا بالطاقة اللازمة والكافية على مدار ساعات اليوم النقطة الثالثة يا ابطال اتفقنا على إيش؟ توفير المكان المناسب وتهيئة المكان المناسب بمعنى أن يكون آمن وخالي من أي عوائق قد تتسبب لكم بالضرر أقدر الله أيضا اتفقنا على عمية الإضاءة تكون مناسبة وعمية التهوية تكون أيضا مناسبة بمعنى أن يكون الهواء بشكل متحرك أو ما يكون مكان مغلق جميل؟ النقطة التي تليها اتفقنا عليش يا ابطال ها مع بعض توفير الزيال الرياضي مناسب احسنتم توفير الزيال الرياضي مناسب الذي يمكنكم من أداء النشاط الرياضي بشكل صحيح وسليم ودون أي عوائق بمعنى أنه ما يكون ضيق يؤيقنا من الحركة ولا يكون ففاض معنا واسع أيضا سيؤيقكم عن الحركة ويضا يتناسب مع المناخ الذي نمارس فيه الرياضة سواء كان صيف أو شتاء ننتقل أخيرا لآخر نقطة من متطلبات النشاط البدني والتي لا تقل أهمية عن الأربع النقاط السابقة التي هي عملية شرب الماء واتفقنا أيضا أن نشرب ماء قبل ممارسة النشاط البدني وأثناء ممارسة النشاط البدني وبعد ممارسة النشاط البدني لعدة أمور وفوائد على صبيل الذكر 1. خفض درجة تحاطي الجسم 2. المحافظة على نسبة الملاح في الجسم 3. المحافظة على معدل سورة الدم 4. تعويضها السواء التي فقدناها أثناء ممارسة النشاط البدني مثل ما حققنا هذه المتطلبات بشكل صحيح بشكل دوري بشكل منتظم جميل يا أبطال كل ما نعكس هذا بشكل إيجابي على إيش تعالوا مع بعض نشوف على فوائد ممارسة النشاط البدني اللي هي إيش نمثلها بالجهازين الدوري والتنفسي كل ما حققنا متطلبات هذه بشكل صحيح كل ما كان عامل الجهاز الدوري والتنفسي في أعلى كفاة عملية وتشغيلية بمعنى القلب يضغ دم بكمية كافية للجسم وأيضا الريتيم تستوعب أكبر كمية من الأكسجين هذا بدوره يا أبطال سنعكس بشكل إيجابي على إيش على المخرجات اللي هي هذه الثلاثة أمور سنمثلها بمعنى ستكون أعضاءكم الداخلية في أعلى كفاة عملية وتشغيلية ليش؟ لأن القلب يدخلها دم بشكل كافي وأيضا الأريتيم تستوعب أكبر كمية من الأكسجين فجميع عضلاتنا وعضلاتنا الداخلية الداخلية بيوصلها القدر الكافي من الطاقة والغذاء للقيام بمهامها وعملها بشكل صحيح ثانيا ستكون أجسامنا وأجسامكم يا أبطال في أحلى وأجمل صورة في تناسق ما بين الطرف العلوي والطرف السفلي من حيث توزيع الوزن والعضلات والنقطة الأخيرة وهي محصرة كل هذه الأمور يا أبطال ستكونوا قادرين على تأذية مختلف الأنشطة والألعاب والرياضات بعلى كفاءة وقدرة وفوق كذا ستكونوا مستمتعين يا أبطال جميل هذا فيما يتعلق بمتطابات النشاط البدني وفوائد النشاط البدني الآن حبابي وغاقكم جهزوا أنفسكم لعملية الإحماء نتأكد أن المكان خالي نبتعد قليلا عن الشاشة ونبدأ مع بعض التمرين الأول نبدأ جري في المكان نزيد السرعة تدريجيا مع سماع الصفر جهزين يا أبطال بشكل هذا واحد اثنين ثلاثة جري خفيف في المكان خفيف في المكان نتنفس أثناء الجري نبدأ نزيد السرعة تدريجيا ولكن مع سماع الصفر يا أبطال تحرك في المكان ممتازين 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 نواصل نواصل يا أبطال أنا أصبح عندنا تكيف بمعنى لازم نزيد المدة الزمنية حتى نستفيد أكثر من التمرين يا أبطال آخر مهر رح نزيد ونثبت لمدة عشر ثوان يا أبطال يلا معي يا أبطال لا حد يوقف واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة ممتازين ممتازين نتحرك في المكان ونعمل عملية الشهيق والزفير حتى نرساح وترجع عضلاتنا لوضعها الطبيعي شهيق ممتازين كمان مرة شهيق في عمق يا أبطال آخر مرة شهيق ممتازين ممتازين ارتحنا ننتقل سويا للتمرين رقم اثنين ومثل ما هو ظهر عملا في الصورة هذه الصورة موضع الوقوف أذر عن ثبات الوسط نعمل تبادل تحريك القدمين للأمام وخلف مجموعتين من ثمان عدات تهزين يا أبطال خب هذا الشكل أذرنا ثبات الوسط حنبدأ مع سماع الصافرة واحد اثنين ثلاثة واحد اثنين ثلاثة أحسنتم أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية أنا أريد يا أبطال واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة خمسة ستة سبعة ثمانية قف أيضا نتحرك في المكان ونكرر عمية الشهيق والزفير حتى تعود انفاسي للوضع الطبيعي قبل النشاط شهيق جميل مرة أخرى آخر مرة يا أبطال ممتازين 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 أحسنتم ارتاحنا اللي ما ارتاح يا أبطال يكرر عمية الشهيق والزفير مرة أخرى حتى يحس انه ارتاح رجع نبض الوضع الطبيعي ورجع تنفاس الوضع الطبيعي يقدر يمارس النشاط معنا مرة أخرى جميل حننتقل للتمرين الثاني يا أبطال والثالث من وضع الوقوف أذر عن جانب الرف حنعمل دورة للأمام ثمانة عدات ومن ثمن الخلف أيضا ثمانة عدات جاهزين يا أبطال تمرين يبتدي واحد دوران دور صغيرة يا أبطال اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية الخلف اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية أحسنتم أصفل خفض ومتازين ممتازين الآن يا أبطال خلصنا عمية اللحما ننتقل سوين يا أبطال لعملية الإطالة للعضلات من وضع الوقوف تشبيك الذراعين عاليا فوق الرأس بشكل هذا ومد الذراعين عاليا والوقوف على مشط القدمين بالشكل هذا والثبات لعشر ثوان جاهزين أبدأ واحد ثبات اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية نثبة يا أبطال ثمانية تسعة عشرة ممتازين ممتازين أحسنتم أحسنتم يا أبطال الآن الإطار رقم اثنين من وضع الوقوف القدمين بالتساعي الحوض أو الصدر جميل تشبيك الذراعين فوق الرأس وميل الجذع للجهة اليمنى بهذا الشكل والنظر إلى ظهر اليد والثبات لمدة عشر عدد بهذا الشكل ثبات واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة ست سبعة ثمانية تسعة عشرة ممتازين ممتازين ننتقل إلى الجانب الأيسر بنفس الطريق تشبيك اليدين وميل الجذع لهذا الشكل والثبات والنظر إلى ظهر اليد والثبات لمدة عشر عددات واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة ممتاز وممتاز أيضاً نكرر عملية الشهيق والزفير نأخذ راحة إذا حسسنا بالتعب ومن ثمن ننتقل إلى إطار رقم ثلاثة جميل ارتحنا قليلاً طيب ننتقل إطار رقم ثلاثة وستكون بالشكل هذا يا أبطال وقوف ثني مفصل للفخذ ويضاً الركبة مع فرد الصدر وتشبيك اليدين خلف الركبة والسحب الخلف وعلى والثبات لعشر عدد جميل نثبت يا أبطال واحد اثنين ثناث أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية ثمانية تسعة عشرة ممتازين ممتازين يا أبطال ننتقل إلى قدم اليسرة ونركز يا أبطال كل ما كانت قاعدة ارتكاز سواء قدم اليسرة أو اليسرة موضوع بشكل صحيح كل ما كانت عندنا القدرة على المحافظة على التزان بشكل صحيح وتأدي التمرين أو لطالة بشكل صحيح جميل نثني نفس الفخذ والركبة بهذا الشكل ملخظين يا أبطال القدم اليمنى بشكل مستقيم على الأرض ما في أي انثناء في الركبة الصدر المفروض والنظري للأمام مش للقدم إلى الأعلى والثبات عشرة أدات تهزيني يا أبطال واحد اثنين ثلاث أربعة خمس ست سبعة سبعة نثبت سبعة ثمانية تسعة عشرة ممتازين ممتازين أبطال أبطال خلصنا نحما وخلصنا لطالة ننتقل سويني أبطال إلى عنوان درسنا هذا اليوم الوقوف على قاعدة ثابتة يا أبطال هذه الصورة الكاتونية تعطيكم تعبير أو تصور عن مهارة الوقوف على قاعدة ثابتة طبعا هي مهارة سهلة 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 جدا يا أبطال أنا أتوقع وأنا أتكلم معاكم قاعدين نطبقوها بس خلونا مع بعض نستعرض الوقوف بالقدمين فوق قاعدة ثابتة طيب هنا في سؤال عريض يقول هل هي مهارة انتقالية أو غير انتقالية يا أبطال مهارة الوقوف على قاعدة ثابتة انتقالية بمعنى أي شيء يا أبطال عشان أساعدكم شويتين انتقالية بمعنى تطلب انتقال من مكان إلى مكان آخر غير انتقالية يمكن تنفيذها في نفس المكان السؤال لكم أنا أبغى الإجابة يا أبطال ها انتقالية أو غير انتقالية طيب تعالوا مع بعض نشوف تعتبر مهارة الوقوف بالقدمين فوق قاعدة ثابتة مهارة غير انتقالية بمعنى أي شيء يا أبطال لأنها تطبق في نفس المكان ولا يترتب عليها الانتقال من مكان إلى مكان آخر فهمتوا يا أبطال غير انتقالية بمعنى نستطيع تطبيقها في نفس المكان دون أن ننتقل من مكان نفسه لمكان آخر جميل تركزوا لأنها ممكن يجيكم سؤال هل هي انتقالية أو غير انتقالية طيب هذا أيضا صورة كارتونية تعبر عن الموضوع عندنا أدوات مطلوبة للتطبيق هذه المهارة عنوانك ايش كان يا أبطال الوقوف بالقدمين فوق قاعدة ثابتة طيب معنى تحتاج أداة أو أدوات صحيح؟ هنشوف ما بعض بداية أن نحتاج ليش مكان آمن حتى نستطيع تهديث المهارة بشكل صحيح ما يكون جنبنا أي حاجة ممكن تسببنا الضر لقدر طاولة كرسي أي أداة جميل الجزية الثانية اللي هي قاعدة ثابتة وعطيناكم مثال بالاستب هذا قاعدة ثابتة أو عندك طاولة صغيرة في المنزل أي قاعدة ثابتة تكون ثابتة بشكل صحيح على الأرض جميل أساس أنه ما تسبب لكم الضرر أو السقوط من فوقها لقدر الله هذه الأمور مطلوبة لتأذية هذه المهارة مكان آمن وقاعدة ثابتة ما يجب مراعاته أثناء تطبيق المهارة يا أبطال هنشوف ما بعض الأمور التي يجب علينا مراعاته بداية هذه الصورة وعندنا عدة أمور أبغاكم كذا مع بعضكم تشوفوا الصورة هذه وتطلعوا لي أي شي الأمور التي يجب علينا مراعاتها أثناء تنفيذ المهارة جميل نشوف رقم واحد وقوف القامة معتدلة بمعنى بالشكل هذا وقوف صادر بهذا الشكل الجسم منتصب ومشدود بهذا الشكل لا يكون في أي ارتخاء أو ميلان الأمام أو الخلف أو الكتفل الداخل بهذا الشكل بشكل منتصب والقامة منتصب بهذا الشكل وامتاز هذه النقطة رقم واحد ننتقل للنقطة رقم اثنين الرأس معتدل بمعنى لا يكون الرأس للأسفل أو حتى للجانب أو للأعلى يكون معتدل بهذا الشكل موازي سطح الدقن أو الدقن يكون موازي سطح ما يكون بهذا الشكل أو بهذا الشكل ممتازة يا أبطال ننتقل للنقطة رقم ثلاثة النظر للأمام جميل يجب يكون اتجاه النظر مباشرة إلى الأمام النقطة الرابعة القدماء متراصقتين بهذا الشكل لو نلاحظ يا أبطال قدمين متلاصقة الجسم منتصب الرأس مرتفع النظر إلى الأمام بهذا الشكل جميل النقطة الخامسة الذراعان بجانب الجسم بهذا الشكل هذا أمر يجب مراعاة أثناء تنفيذ المهارة طيب هذه النماذج لعملية الوقوف بالقدمين فوق قاعدة ثابتة لاحظوا يا أبطال نموذج الأول وقوف القدمين متلاصقتين الجسم في كامل استقامته النظر للأمام والأيدين بجانب الجسم هنا أعطناكم نموذج آخر نفس العملية ولكن أذرعين مرفوعة بجانب الجسم جميل طيب ننتقل إلى الشريحة التالية اللي هي عملية المراجعة لدرسنا لهذا اليوم عدة أسئلة نستذكر فيها هذه المهارة السهلة البسيطة اللي أنا متأكد أنه في الوقت الحالي اللي أنا أبأكلمكم قاعدين طبقوها يا أبطال لأنها سهلة سهلة جدا وما تطلب أي جهد يذكر طيب ننتقل إلى السؤال أول اختر الصورة الصحيحة للمهارة لمهارة الوقوف بالقدمين على قاعدة ثابتة عندها نموذج أول ونموذج ثاني قبل ما أعطيكم الإجابة أريكم تشوفوا يا أبطال نموذجين وأنتم تختاروا النموذج الأول أو النموذج الثاني الإجابة الصحية ستكون أي شيء يا أبطال النموذج الثاني ستكون إجابة خاطئة لأنه تعتبر الوقوف بقدم واحد لاحظين يا أبطال النموذج بهذا الشكل معناته ما حققنا الأمور الأساسية اللي هي الوقوف بالقدمين ركز يا أبطال الوقوف بالقدمين معناته النموذج هذا لمهارة خاطئة أو مهارة لا تحقق أنوان درسن هذا اليوم اللي هو الوقوف بالقدمين على قاعدة ثابتة فالإجابة الصحيحة ستكون يا أبطال هذه الوقوف بالقدمين على قاعدة ثابتة بكلتها القدمين ننتقل إلى السؤال الثاني أي من الصورة التالية لا تمثل مهارة الوقوف بالقدمين على قاعدة ثابتة عندنا مجموعة صور ها ثلاثة صور نشوف الصور الأولى الصور الثانية كلها خاطئة تركزوا يا أبطال في السؤال بعضكم استفسر ليش أنا حطيت خطأ خطأ السؤال يقول لا تمثل لا تمثل الوقوف بالقدمين فالإجابة الصحيحة ستكون هذه لنا الوقوف بقدم واحد ممتاز يا أبطال كذا نكون يا أبطال إن شاء الله خلصنا درسنا هذا اليوم إن شاء الله أن تكون المهارة وسطكم بشكل صحيح بشكل سلس بشكل مرتب بشكل منظم إن شاء الله أقول لكم الله أعطيكم العافية ما قصرتو وفي نهاية درسنا أقول سبحانك الله بحمدك أشهد أن لا إله لا أنت أستغفرك وأتوب إليك ولا الملتقين إن شاء الله في الحصة القادمة مع خبرة جديدة ومهارة جديدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته